نعم بالفعل هو تخفيف من قيود الحركة داخل إمارة أبوظبي لكن القرار كما هو بخصوص الداخلين إلى إمارة أبوظبي وأيضا مدن إمارة أبوظبي القرار اليوم الصادر من لجنة دارة الأزمات والكوارث وشرطة أبوظبي ودائرة الصحة في أبوظبي أيضا صدر بتقييد الدخول للإمارة ومدنها لأسبوع آخر باستثناء طبعا حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد وحملة التصاريح المسبقة بالإضافة إلى السماح أو ابقاء السماح بالخروج من الإمارة بدون تصريح أيضا واستمرار منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها هذا القرار يأتي في الوقت الذي خفف كما ذكرت أو خففت في لجنة إدارة الأزمات والكوارث من القرار بالسماح لسكان الإمارة بحرية التنقل داخل المدن في أوقات أو الأوقات المسموح فيها بالتنقل داخل مدن العاصمة الإماراتية أبوظبي وهي مدينة العين وأيضا مدينة الضفرة بالإضافة إلى العاصمة أبوظبي وذلك وفقا لساعات التعقيم الوطني المقررة مسبقا هذا القرار يأتي لزيادة الأعداد التي يمكن فحصها داخل الإمارة أو لزيادة المسوحات التي تعمل عليها من خلال برنامج المسح الوطني التي تقوم به العاصمة أبوظبي والذي أكدت من خلاله بأن هذا المسح عمل على تحقيق الأهداف المرجوة منه من خلال التقليل من انتشار أو الحد من انتشار فيروس كورونا داخل العاصمة أبوظبي وأيضا استطاع تحقيق انخفاض بنسبة أو بنسبة الحالات المصابة من إجمال الفحوصات المعمول بها التي زادت بالمناسبة عن أربعمائة ألف فحص خلال الأسبوعين الماضيين أو ثلاثة أسابيع الماضية هذه الفحوصات تم الكشف من خلالها عن نسبة واحد بالمئة حالة إيجابية من عدد الفحوصات الإجمالية التي قامت به أبوظبي طبعا اللجنة أكدت من خلال هذا القرار بأن استمرار الحملة قد يمتد لأربعة عشر يوما في مدينة أبوظبي وأيضا مدن الضفرة والعين لإجراء أكبر عدد ممكن من المصحات نعم